السلام عليكم هذه المحاضرة الرابعة من المحاضرة السيرفاس كيمستري في المحاضرة اللي فاتتكلمنا على نظريتي مهمين وهما نظرية البيئي تي ونظرية البورسايز ديستريبوشن اللي استخدامناه في تفسير الخمس أشكال واحدة كانت مع ثلاث أشكال واحدة جات فصلت اللجنين التانيين باستفادة وجابت الثلاثة اللي قابليهم قبل كده وخلصنا من تفسير كل الحاجة اللي بتحصل في منحناية الايزو سيرم كل القوانين اللي جاي بعد كده او النظرية اللي جاي بعد كده هاتيكي تثبت نفس الموضوع ولكن بصيغة مختلفة او بطريقة مختلفة طيب في محاضرة النهاردة المفوض احنا هنتكلم على نظرية البيئي تي هنستخدمها في اي يعني اكيد هي معمولة عشان نعين منها حاجة الحاجة اللي هنعينها هي ايه اللي هي السيرفاس اريا او المساحة السطحية للغازات طيب اول ما نسمع كلمة جازز على طول نفتكر القانون اللي هو القانون العام للغازات اللي اسمه ايه بي في بتساوي ان اخدار الكيمية الفيزيائي توضح ده القانون بالاستنتاج يعني احنا احنا أحاولو مختلفة البي في بتساوي ان اخدار كrophy í بتساوي نیه فرح كب jul نسمع نائد كره المنوز وتضع بطريقة بحاجة 읽 ونENE ونفخدمنا على اشبار طريقة بالمساحة الوضع القياسي العادي اللي هو مطد نوع الاتوم تأتي عضم 183 حوالك الاتوم تأتي العضوات التactorية نسبة الغازات لاعرف اثنين كالوري عضوés الغازات سيقوللنا بشرط المنزل التي نعودها من ن tengah عادة 0.32 و 10 قصة 32 يجب أن نحفظه لأنه لا تكلفة المسألة في المسألة في المسألة في المسألة يجب كل جزء او كل غاز يجيب في المسألة يقول لك علما ان هذا الشيء بتساوي كذا انجستروم مفوض الانجستروم ده بنحوله للمتر تربية على جرام بعد كده بنحنا بنقسمه على عشرة قصة عشرين هنشوفه في المسألة بعد كده ده استنتاج اللي هو السيرفاس اريا وعرفنا السيرفاس اريا بتساوي ايه ندخل بقى على المسألة الاكزامبل واحد ده يعتبر اول حاجة معنا تطبيق للسيرفاس اريا بتاعت البيئتي بقول The following data have been obtained for the absorption of N2 gas يعني احنا معنا شوية داتا كده في جدور هيجي الوقتي لغاز N2 ممتص على سيليكا يعني عندي غاز ممتص على سطح صلب اللوى السيليكا 77 كلف من درجة الحرب تاتي 77 The saturated paper pressure of liquid N2 The saturated pressure is 270 mHg وهو واحدة كياس من كياس الزقب بمعنى اصح هنحولها بعدين ونشوف الكيسة تمام هو بقول بعدين كده ايه من 10 انجسترو تمام دي كل المعطيات عندنا في المسألة وده الجدول المفروض ده هو عاتي علاقة في الاول بين البيع على البيينوت لهو عادي الغاز وبعدين عاتي علاقة بين المول على الجرام المفروض ده الجدول الاول بتاعتنا لو عطيه معطة في المسألة وده كل القيم الموجودة فيه طبعا في معلومة هنا انا حاب اقولها قبل ما نكمل المفروض نظرية البيتي متاحة فقط حتى ضغط 4 من 10 يعني عندنا اول قيمة 15 من 100 بعدين 1 من 10 15 من 100 اول واحدة لل 15 من 1000 وده 15 من 100 بعدين 2 من 10 25 من 100 5 من 10 اقف عند 4 من 10 هنا البعد كده غير متاح ولقيمتها كانت 5 من 10 قبل 4 من 10 برضو غير متاح يعني احنا هنرسم رسم بياني للعلاقة دي المفروض عند القيم الاقل او تساوي 4 من 10 بس الباقي غير متاح عند نظرية البيتي غير متاحة عند هذه القيم شوفنا الجدول بتاعنا هنروح نرسم علاقة انا ونفتكر نظرية البيتي الرسمة بتاعتكد بتقولنا ايه علاقة على محور الصداد بي على بي نوت على في كل واحد ناقص بي على بي نوت طبعا محور الصداد كان بي على بي نوت طيب انا عندي بي على بي نوت هنا موجودة في الجدول بتاعي طيب اجيب بي على بي نوت التانية ازاي الجدول بتاعنا التانية والعلاقة المفروض ده الجدول بتاعنا اول حاجة عندنا الصف بتاع بي على بي نوت وانا كتبه ملاحظة تحت هنا نظرية البيئتي متحفقت في اربعة من عشرة لحد اربعة من عشرة غاز ضغط بس فهنكمل لحد اربعة من عشرة القيمة اللي في اربعة من عشرة ده بس اللي نرسمها والفوليوم اللي هو عطيكا القيمة اللي تحت اللي هو الملعة الجرام المفروض ده الحجم طيب تمام اول حاجة القيمة اللي نعطي وهنا نقص بي على بي نوت 1 نقص بي على بي نوت اول قيمة موجودة بعد ذلك قلنا في واحدنا ازبين وانضربنا الحجم الموجود وموجود وموجود 30-34-38 في قيمة اللي تحتلقها في الجدول وبعدين قمنا جايبين البي على بي نوت وهو الغاز اللي موجود في الجدول الاولين ويقسمنا على القيمة الرابعة اللي حينا اخرتليها فالمفروض يعني لجلوقتي أول جدوى الموجود على الشمال المفروض يبقى على محور السينات وآخر جدوى الموجود على ناحية اليمين ونرسم منه الرسم البياني ويبقى فيه رسم عادي ويبقى فيه رسم عادي أو ممكن تأتي في الامتحان عادي فيه رسم بياني والجدوى الجهز ونرسم عادي أسالنا العلاقة housing السلوب الم mulheres سوف نست families السلوب نعمل كان طالب معطف المسألة عايز الاس بي اي تي اللي هي السيرفاس اريا بتاعت السيليكا المفروض فهو مش محتاج السي هنا فانا مش محتاج التركيز فهو عوض طلع الكويم بتاعت دي وكويم بتاعت دي واما طلعها لي مرة واحدة انا ما حسبتهاش يكيد جايلنا معطف كده وطلعنا ناتج الفي ام مرة واحدة من غير ما نرسمه من احنا فهمنا الفكرة تمام من الرسم بقى امعاتي كويمة الفي ام مرة واحدة انا طلعتها وحسبتها اقوم بتاعت الى البي ام كده بيعائين ملي لتر تمام زي ما احنا قلنا كن اقولنا في المحاضرة اللي فاتت قلنا ناخد بالنا ان الفي ام بتطلع بالملي لتر واحنا عايزينها بالليتر فعشان كده بنقسم على الف فاربعين على الف تبقى اربع من مية لتر ناخد بقى القانون اللي عامل غزات اللي انه بيتساوي بي على بي ام وعن ار تي يبقى اللي انه بتساوي واحد اللي بي في ما قلنا البروشعر بواحد اتوم لان احنا في الحالة الاستندر المفروض ان الواحد اتوم هي هي بتساوي 700 ومفروض 700 وكم 760 ميلي ميلي اتش جي تقريبا فهو عايز يقول من الموضوع ده ان هي جاي في الحالة الستندر تمام بعدين الفي ام هو اعطيها معطى المفروض ان هي اصدي احنا طلعناها من رسمة تبقى اربعة من مية لتر على السابط العام للغازات في 273 المفروض 273 دي كانت تتحول للي هو اعطيها في المسألة يعني هو اعطي 77 فالسوريا عليها المفروض تي دي كانت تبقى 277 كيلفين ونطلع القيمة بتاعتها تمام بعدين الاس بي اي تي هتبقى الان بتاعت ابو جادرو في الان اللي احنا طلعناها فوق في ال اي اللي هو اعطيها معطى اصف المسألة في 16 و2 من 10 تمام فنحسب حزاباتنا عادي ناخد بالن عدد ابو جادرو بالانجستروم يعني القيمة بتاعت ابو جادرو دي طلع بالانجستروم وكذلك القيمة بتاعت ال اي اللي هي المول اريا بالانجستروم بردو فناخد بنا ان هما اللي يتقسموا مرة واحدة على 10 قس 20 للتحويل من انجستروم لمتر مربع وبعدين نضرب قيمة ال اي اللي هي العدد المولات فطلع علينا القيمة مرة واحد تمام اصلاحوا انتو بس بتاعت الحرارة هنا ماشي 277 زي ما هو عاتي في المسألة تمام بس وكده فكرتها سهلة هي معتمدة على الرسمة ونجيب المعطيات من عليها اخر حاجة عندنا جيلز كلاسفيكيشن زي ما احنا قلنا عندنا رسمة تانية يعطبا دي الرسمة لابل الاخيرة لسه في رسمة تانية بتاعت اللي هو السيريكل لوبس وده فمتسمى جيلز كلاسفيكيشن وده بيكون للسيليوت فروم سيليوشن اد سولد يعني عندي محلول قبل كده احنا قلنا شغلنا على الغازات عندنا غاز على سطح لا هنا بقنا معي سيليوت معي حاجة سائلة على سولد على سطح سالب المفروض ده لي اربع رسمات المفروض دي اول تلاتة منهم مفروض كل واحدة فيها ليها تفسير التفسير اول اول حاجة طبعا ده ايجوز السير معادي بين الاكس ام والسي بتاع في الانجلش يعني تعتبر شبهها اول اول رسمة بيقول ان الشاب ده اسمه اس شاب ما فيش طيب وانا طيبته هنا لا اسم اس شاب المفروض اس شاب ده بيقول ان هو difficult to oocybin يعني صعب ان احنا نفسره ولكن بيقول في البداية بيبقى فيه انتر اكشن ضعيف بين السوليوت اللي موجودة في الملكول انا اكيد السوليوت ده فيه سوليوت وقليوت تقريبا مش عارفة المهم المزيب والمزاب بيبقى فيه جزئين موجودين في قلب السوليد فالمفروض ان هما بيحصلهم انتر اكشن مع بعض بس الانتر اكشن ده ضعيف جدا فيه المفروض ان السيرفاس بتاع الاسوربانت اس استرونج بتوين سوليوت ملكول والمفروض الاسوربشن بتاع ده مثال عليها ايه الفينول على السيليكا او الكربون ده امثل عليها تمام بيبقى المفروض يعني التفسير بتاع المنحنة بتاعه مش قوي قوي يعني عندي في البداية كأنه شبه الحالة التالتة بتاع طيب تلاتة اللي كان في البي اي تي او كان في نظرية بور سايز سريبيوشن نفس الشكل ولكن الشكل مختلف فبرضو هو ويك ويك انتر اكشن بتوين سوليوت نفس اللي حصل في موضوع الغازات بعدين الحاجة الشكل الثاني اللي عندنا اسمه الشاب الشاب يعتبر شبه ايه شبه طيب وان اللي كانت موجود عندنا في تانجيمير وفي البي اي تي الشاب المفروض انه هو كومن مشهور في عمليات الديزوربيشن مش عنه معلومات غير انه هو بيستخدم في الدايز والمتال ايون كاربون وكمان اضافة عليهم بيستخدم في السيلولوز ماتيريالز السيلولوز الحاجات اللي متعلقة بلحق البشر تمام اللي هو الشجرة تمام اخر الشاب هنا في الصفحة دي اللي هو اتشي شاب المفروض ده بيستخدم في اللارج ميليكيول اللي هي البوليمارز والفاتي اسد المفروض عشان كده بيحصل عليه رالج ازوربيشن يعني المفروض كمية الازوربيشن بتبقى السطح كله مغطى بطبقة احادية منو لاير فورماشن عشان كده ظهر لي انه هو سابت استيريت مش بيضغطى غير بطبقة واحدة وطبقة كبيرة ببوليمار كتعة كبيرة او فاتي اسد كتعة كبيرة تمام فعشان كده وبين النواة خط مستقيم اخر الرسمة عندنا اللي هو السي شاب المفروض اخذنا اس و الو اتش وده السي شاب المفروض ده بنسميه سبيشيال او سبيسيفيك شاب يعني حاجة خاصة لي كده بيعتبر بيستخدم بس في الامينو اسد انسلولوز اسيتيت يعني يعتبر كل شاب ممكن ناخد منه لو نقدر نفسر له تفسير يعني من اي يعني نحرف من دماغنا كده من خلال الرسومات التانية اللي احنا عرفناها يعني من شكل من شكل الشاب نفسه ده ماشي طالع كده فبالتالي ده زاد فبالتالي ده قل ده سابت ده كون طبقة كده هنلاقي الموضوع ماشي تمام مفروض الابليكيشن بتاعت جيلزي كلاسفيكيشن بيستخدم في فلتر ووتر والشوجر فاكتوري مصنع السكر والتخلص من الميتال ايون والضايز وفي الكاتاليست طبعا استخداماته غير محدودة ممكن يستخدم في الميديكال تريتمنت مستخدم في اي حاجة عموما استخدامات واسعة والتفسيرات كلها بنعيد ونزيد في نفس الموضوع ونفس التفسيرات كده احنا وصلنا لنهاية المحاضرة الرابعة مع السلامة سيونرا